جائزة نوبل الأدب والحقيقة أن حضرتك فوزت بجائزة الدولة التشجيعية لسنة عشرين تلاتة وعشرين مبروك ولو أنها طبعا متأخرة بس يهمني أعرف من وجهة نظر حضرتك قيمة الجوائز بالنسبة للأدباء قيمة الجوائز بالنسبة للكتابه خاصة لو جائزة من الدولة لا بالتأكيد قيمة عظيمة جدا وأنا أغلب حتى الجوائز اللي خطاها أو يمكن مش أغلب كلها من المؤسسات الدولة المصرية ما عرفش مسألة يعني توفيق أو حظ أكثر الحمد لله الجائزة بالنسبة للكاتب بتختلف من كاتب الآخر يعني أنا بالنسبة لي قد يكون الجانب المعنوي والنفسي التشجيع هو الأكبر يعني ده بالتأكيد هو الأساس لكن في النهاية أنا ليه خطي وليه طريقتي يعني أولية مشروعي اللي أنا يعني بشتغل عليه بصرف النظر عن أي جائزة أو التفكير في الجوائز بشكل عين بمعنى أن أنت بتكتب وتبدع وتنتج بحسب ما ترى أو بحسب متطلبات مشروعك والجائزة تكون أثر لاحق يعني الجائزة تكون يعني بالتبعية أو بشكل تلقائي وعفوه دون ترتيب أو دون تجهيز أو قصدية يعني لابد أن تكون هكذا الحقيقة ما ينفعش نتكلم عن جائزة نوبل من غير ما نذكر فوز الأديب الكبير المصري نجيب محفوز بجائزة نوبل لعام 1988 والحقيقة أنه كان حضرتك ليك تصريح لي علاقة بفوز نجيب محفوز بجائزة نوبل وهو أنه كان فيه نقطة تحول للوعي أو أنه بيعتبر نقطة تحول للوعي المصري بشكل عام كنت تقصد إيه بالكلمة دي أو بتصريح ده؟ كنت تقصد الحقيقة يرتبط بانفتاح المشهد الأدبي المصري على الأدب العالمي يعني بمعنى إيه؟ نحن ننظر إلى أدبنا في إطار التكريم العالمي وده كان أمر غائب تماما أن نعيد تصورنا أو رؤيتنا لأدبنا والإبداعنا في ضوء هذا التكريم العالمي غير المسبوك يعني نبهنا أن إبداعنا متشاف أو يمكن لفتنا الانتباه للأدب العرب بشكل كبير طبعا طبعا هو ده من حيث وإيه بقى؟ من حيث منظور الآخر لنا أي أنه هو لفت انتباه الآخر لإبداع العرب لكن أنا أقصد برضو من داخلنا إحنا إحنا بدنا ننتبه لفكرة أن يكون إبداعنا له الصلب الآخر يعني بيصل إلى الآخر يقرأ لدى الآخر يترجم يعني ويستقبل ويكرم وهكذا يعني فكتاب كتير جدا طبعا كانوا يتمنوا أن التجربة تتكرر أي ويحصلوا على نوبل المشكلة أن ده ما حصلش